ومسعد الله صباحكم أعزائنا المشاهدين جولتنا الإخبارية لهذا اليوم تبتدأ من الكاظمي حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الفنان حسين نعمة وأكد الكاظمي اهتمام الحكومة برعاية الثقافة والفنون باعتبارها وجه العراق الباسم أمام العالم بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو التولار آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة وبحسب بيان لمكتب الأعرجي فإن الجانبين يتطلق إلى زيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمنفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي وسبول إنجاح هذه السيارة بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين أكدت المفوضية العلياة المستقلة للانتخابات استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحددة بما كشفت عن النية لإجراء ثلاث عمليات محاكاة انتخابية بحضور دولي وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي إن المفوضية أكملت ما عليها وتعمل الآن ضمن مرحلة التحضيرات الخاصة بعملية الاقتراء مؤكدتنا أن المفوضية على التم الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحددة أكد وزير الشباب والرياضة عدنان نادرجال أن وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وقال المكتب الإعلامي للوزير نادرجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي التقايا باللجنة الفنية الخاصة المسؤولة عن دراسة وإقرار المناهج السنوية لجميع الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لوضع آلية جديدة وبدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات شهد العاهل المغربي محمد السادس توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرع من لقاح كوفيد تسعة عشر شهريا باستثمارات حجمها خمسمائة مليون دولار لتعزيز الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمملكة على حسب وصفه أعلن مدير الطوارئ في المنظمة الصحة العالمية مايكر رايان أعلن أن معادلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين استقرت عند مستوى عال جدا وقال رايان في مؤتمر الصحفي إذا نظرنا إلى منحن الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار لكنه عند مستوى عال جدا وإشارين أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر تنحى رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس أحد أغنى رجال العالم ومؤسس شركة أمازون تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لأمازون اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الخامس من تموز وهو أيضا تاريخ تأسيس الشركة قبل سبعة وعشرين عاما حطم جويت شستينت الرقم القياسي العالمي الذي هو صاحبه ليفوز بمسابقة ناثان الشهيرة لأكل النقانق الهوت دوغ في دورتها الرابعة عشر وقد أصبحت هذه المسابقة تقليدا أمريكيا تقام في الرابعة من يوليو حيث تناول ستان وسبعين شطيرة نقانق خلال عشر دقائق فقط محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله حين تناول خمس وسبعون شطيرة نقانق خلال المدة نفسها ظهرت النجمة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي ظهرت مع ابنتها ديفا كاسل البالغة من العمر ستة عشر عاما على غلاف الإصدار الإيطالي من مجلة فوج وأطلت بيلوتشي وابنتها في إطلالة مشابهة بتصميم الفستان ولونها ورسقت بيلوتشي شعرها بتسريحة بسيطة في حين اخترت كاسل تسريحة الظفرة دون فرشات ولا ألوان وعلى أرضية محله الصغير الكائن في أحد أحياء بغداد يرسم الكوافر الرجالي حسين فالح لوحات فنية رائعة مستخدما بقايا شعر زبائنه ويقول فالح أنه يحب الرسم منذ صغره حيث كان يرسم مستخدما الورقة والقلم وبسبب حبه للتميز حتى توصل إلى طريقته الفريدة في رسومته فهو يرسم أدق التفاصيل كما أنه يمتلك موهبة أن تجعله يحاول أبسط الأشياء إلى لوحات فنية من بقايا الشعر إلى حبوب البني وحتى الفاكهة